أهلاً وسهلاً بكم في قناة التعلم مع آدم وإيد أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة في إطالة تعداد لفروض الدورة الثانية بالضبط الفرد الثاني للدورة الثانية أو ما يسمى بفروض المرحلة الرابعة بالنسبة للمستوى الرابع أشوفوا نموداج للفرد الثاني الدورة الثانية مادة الاشمعيات للمستوى الرابع نموداجة أتلقى على شكل فدأ في صندوق الوصف إذاً حملوا وخدموا من بعد تشوفوا تصحيح إذاً هل خدموا مفرد الثاني كما قلت الدورة الثانية لمادة الاشمعيات للمستوى الرابع والنموداج ممكن تحملوا انطلاقاً من صندوق الوصف وحد موفق للجميع إذاً دوم مكون التاريخ إذاً ألاحظ صورتين وأكمل الجدول إذاً عن الصورة الأولى والصورة الثانية الصورة الأولى كيف يبهي الناس سكن تقليدي والصورة الثانية تطور إلى سكن عصري أو سكن حديث إذاً اكتبوا هنا بالنسبة الصورة الأولى سكن تقليدي إذاً سكن تقليدي سكن تقليدي إذاً بالنسبة للصورة الأولى وبالنسبة للصورة الثانية سكن عصري سكن عص عصري إذاً بالنسبة شكل السكن إذاً بالنسبة شكل السكن بسيط 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 مساحة شاسعة وبهي مساحة شاسعة مساحة إذاً بسيط مساحة شاسعة مساحة شاسعة إذاً متكتبوا مساحة شاسعة وغرف غرف كثيرة إذاً غرف كثيرة متباعدة غرف كثيرة متباعدة يعني كيفاش كيكون سكن في أبادية لأننا غرف كثيرة متباعدة متبا متباعدة إذاً بالنسبة التقنوا بالنسبة للسكن العصري إذاً سكن عصري يعني عمارة عالية أو يتكون يتكون من عدة إذاً يتكون من عدة طوابق يتكون من عدة طوابق وشقق يتكون من عدة طوابق من عدة طوابق وشقق من عدة طوابق وشقق وشقق إذاً بالنسبة يتكون من عدة طوابق وشقق وبالنسبة المساحة كما كنتعرفوا في العمارة إذاً مساحة كما قلنا مساحة مساحة ضيقة مساحة ضيقة مساحة ضي ضيقة إذاً تقلوا بالنسبة للسؤال أو مواد بناء بالنسبة للمواد البناء كان الأحجار أو الحجارة الحجارة والطين والطين وبالنسبة للصورة الثانية كان الإسمنت والحديد الإسمنت والحديد إذن سألنا السؤال الأول ننتقل إلى السؤال الثاني إذن أرتب الوحدة الزمنية من الأقصر إلى الأطول إذن عندنا السنة جيل يعني يمثل 30 سنة بالنسبة العقد يمثل 10 سنوات بالنسبة للقرن 100 سنة وبالنسبة للألفية يمثل ألف سنة إذن من أسل أقصر إلى الأطول إذن عندنا السنة هي الأولى إذن أقصر بعدها يأتي ماذا؟ يأتي العقد لفي 10 سنوات بعدها الجيل لفي 30 سنة بعدها الجيل بعدها القرن لفي 100 سنة إذن نكتب هنا القرن بعدها الألفية بعدها الألفية بعدها الألفية الألفية نعم إذن سألنا السؤال الثاني ننتقل إلى السؤال الثالث أجب بصحة أو خطأ أمام العبارة التالية إذن الطائرة وسيلة لمواصلات في الماضي خطأ إذن طائرة لم تكن في الماضي هي نتيجة تطور في وسائل المواصلات قواف الجمال والبيغال وسيلة للتنقل في الماضي نعم صحيح كانوا يتنقلوا بالجمال والبيغال إذن صحيح إذن بالنسبة للجملة إذن بالنسبة للمسيد في القرية إذن عندنا صحيح إذن المسيد كان وباقي يعني وسيلة للتعلم في القرية القسم حالي القاع للتعلم في الحاضر نعم صحيح إذن هذا بالنسبة للسؤال صحيح أو خطأ ننتقل إلى السؤال الرابع أصل لسهم بين العبارة وماذا والتاريخ إذن هنا بشبالكم إذن التحول التاريخي المسيد وسائل المواصلات إذن التحول التاريخي ماذا يقصد به هو التغير الذي يحدث عبر الزمان في المنشآت والمهارم بالنسبة للمسيد فهو مكان لتعلم أطفال القرآن والقراءة والكتابة وسائل مواصلاتية وسائل نقل مثل الدواب والسفن والطائرات ننتقل إلى مكون الجغرافية سؤال أول أتمم جدول بما يناسب إذن مشهد صناعي التقليدي ماذا يستعمل؟ وسائل تقليدية إذن عندنا وسائل تقليدية وسائل تقليدية بالنسبة للمشهد صناعي العصري وسائل عصرية أو وسائل حديثة وسائل حديثة وسائل حديثة وسائل حديثة بالنسبة لكذلك بالنسبة للمشهد الصناعي التقليدي مردودية ضعيفة وبالنسبة بالنسبة لمشهد الثناعي العصري مرتفعة هذا بالنسبة لمشهد الصناعي العصري إذن هنا كذلك بالنسبة لمشهد الصناعي التقليدي فإن الإنتاج يكون محلي يعني معيشي وبالنسبة للمشاة الصناع العصري ممكن يكون إنتاج يعني على الصعيد الوطني وكذلك ممكن تصدير هذا الإنتاج إذن السؤال الثاني أذكر ثلاثة أمثلة لأنشطة فلاحية كيف هي فلاحية تقليدية إذن أول حاجة نذكره الزراعة كتكون زراعة بوريا زراعة مثل زراعة بوريا تسمى كذلك عدم إذن زراعة بوريا بالنسبة التربية الماشية تكون بالرعي الطالق تربية الماشية يعني طريقة تقليدية طريقة للرعي تربية الماشية بالرعي الطالق بالرعي الطالق بالرعي الطالق هذا بالنسبة لتربية الماشية تكون بالرعي الطالق إذن كتبنا بعد أبتلة إذن طلب مننا ثلاثة إذن نكتبه ثلاث أمثلة إذن بالنسبة الزراعة تكون في مراعي يعني زراعة في مساحات صغيرة الزراعة في زراعة في مساحة صغيرة في مساحة الزراعة في مساحة صغيرة إذن الزراعة في مساحة صغيرة في مساحة صغيرة إذن كتبنا بالنسبة للفلاحة التقليدية بالنسبة للشطة فلاحة عصرية إذن كان بالنسبة أول حاجة زراعة سقوية إذن تعتمد على السقي زراعة سقوية كان كذلك بالنسبة استعمال بيعات شاسعة من أجل الإنتاج إذن نكتب بالنسبة لإستعمال تربية الدواجين بآلات حديثة إذن مراعي شاسعة لتربية الماشية كذلك بالنسبة للدواجين إذن تربية الدواجين بوسائل تقنية أو بتقنيات علمية إذن هنا مراعي شاسعة لتربية الماشية تربية الدواجين بتقنيات حديثة تربية الدواجين تربية الدواجين إذن بتقنيات حديثة بتقنيات حديثة بتقنيات حديثة هذا بنسبة الزراعة أو الفلاحة العسل إذن ننتقل سألنا السؤال الثالث ننتقل إلى السؤال الرابع عرف أنشطة الخدمات إذن بالنسبة لأنشطة الخدمات هي ماذا؟ تعريب بسيط هي أنشطة تقدم خدمات للسكان كلمستشفيات والمدارس هي أنشطة هي أنشطة تقدم خدمات تقدم خدمات للسكان تقدم خدمات للسكان كالمستشفيات 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 والمدارس والمدارس إذن سألنا سؤال ديالت سريف إذن ننتقل إلى سؤال الموالي كم عدد جهات مغرب؟ إذن حاليا عدد جهات مغرب 12 جهة 12 جهة إذن بالنسبة للسؤال لا يقول لك ما هي الجهة التي أنتمي إليها؟ إذن دخل الجهة الانتينة فيها يعني طنجة تطوان الحسيمة جهة دكالة عبداء إذن على حسب جهة أقادير إذن على حسب جهة التي تنتمي إليها ممكن قوله جهة طنجة تطوان الحسيمة تطوان الحسيمة إذن جهة طنجة تطوان الحسيمة تطوان الحسيمة نعم إذن سألنا مكون جغرافية ننتقل إلى مكون تربية المدنية أكتب في كل خانة حقوقك وواجباتك في محلتك من حقوقي لكن الرعاية الصحية حق التعلم حق الهوية حق المنسية إذن حق يعني إلى آخر كان مجموعة دي الحقوق إذن كتب الحقوق بعد فقط الحقوق إذن الرعاية الرعاية الصحية الرعاية الصحية الرعاية الصحية حق سكن حق في السكن حق في السكن اللائق حق في السكن اللائق حق التعليم حق الهوية الآن من واجباتي المحافظة على جسمي المحافظة على جسمي كذلك من واجبات المحافظة على البيئة المحافظة على البيئة بعدم من الأسبان إلى آخر المحافظة على البيئة احترام الأساسدة احترام والدي إذن مجموعة من الواجبات ننتقل إلى السؤال الثاني أجب بصحة الخطأ أمام العبارة الثانية تخليد ذكرى المسيح الخضراء المدفرة نعم نحسفل بها إذن صحيح إذن كنوع من التعبير عن الحب الوطن عن الخراط في العمل التطوعي صحيح عن خارط في العمل التطوعي إذن إطار الشغل داخل منعب الكرة القدم إذن التصرف غير صحيح إذن نكتب هنا خطأ إذن أرمي الأزبال في النهر خطأ كذلك يجب علينا المحافظة على البيئة إذن عدم رمي الأزبال في النهر ننتقل إلى السؤال الثالث ضع علامة أمام السلوكات التي تبين عدم احترام القانون سائق يسوق سيارته في الاتجاه الممنوع أطفال يسيرون في ممر راجلين الغش أثناء أشياء للانتحان هذا اختراق أو خرق للقانون إذن هنا علامة لا أحترم القانون للداخل المدرسدي هذا خرق للقانون إذن هنا علامة إذن بها تصحيح نكونوا سلينا تصحيح نموذج نتمنى نكتب تكم شكراً وإلى اللقاء